السلام عليكم. عنوان المحاضرة اللي هي الصغة التباعية المتواهجة في الظلام. هنشوف ازاي ان انت ممكن ترسم حاجات واتنور بالليل ودي طبعا لها فوايكترة جدا. فعني الدكتور مشكورا اه عايز يفتح ابواب لناس انها ممكن تشغل بيها. وان شاء الله تكون مفيدة. فهو يتكلم عن عدة تطبيقات وتكنية تباعية متنوع من الاحبار التباعية المتقرة ببسطة الطباعة المسامية بالسلك سكرين التباعي. وعدة خامات تباعية نادرة الاستخدام وكيفية توليفها. وتهجينها مثل اجايد الفوم والحبر السفوري معه. ويشرح لنا ازاي نجهز قوالب تباعية لدمج تلك المواد المختلفة والمتنفرة لتحقيق خليط ومستحب طبيعي مبتقر. وتحقيق اعلى جودة من الاحبار المضيئة والسفوري. بحيث ان احنا نقصل على هجين بصري متميز من خاص كل من المواد المختلفة. وكيفية تحقيق كسافات اللونية ومتعدد الطباعة والمستويات البارسة. ذات التأثير الجرافيكي البصري. يعني شاف اللي حي ممكن اصلا يعني يستخدر الموضوع ده اول. لو حصل لقدر الله حاجة في المبنى حريقة او حاجة زي كده. فتباع الارشادات نفسها تباع معمولة بحاجة زي كده. بحيث ان حتى لو النور مش هغال يبقى فيه حاجة تتعرفنا فين ممائر الاروب. اه دكتور رشريف محمد حسن شكري. اه عدو من قابة الفنون التشكيلية والتخصص العام من تصمات المضوع. والتخصص الضقيق للطبعة الفنية. ومن والد الاسكندرية. حصل على مجلوس الفلون الجميلة عام الف ستسوانات عشر. وحصل على ضربة الماجستير في فلسفة الفن. اه بعنوان ماهر رأي في الرؤية الفنية والخلفية الفترية في اعماله. وحصل على ضربة الدكتوراه في فلسفة الفن الفين واثناشر بعنوان التقنية الجرافيكية في العمل الفني المركب. ويعمل معيز بكلية بقسم تصمات المتبوعة. ويعمل مدرس مساعد بكلية بقسم تصمات المتبوعة. ويعمل مدرس بكلية بقسم تصمات المتبوعة. وشارف في العديد من المعارض. ويورش العمل الخاصة والعمة. ما شاء الله حاجة مشرفة جدا. يعني شراف موجود معنا. الصوت وصل كده? نسنا وعليك. ايه يا دكتور. الزك ده شغل. الله نور. انا اسف والله جدا. انا ما تعملتش مع الصوت. احنا عندنا منصات بتاعتنا في بنشتغلوا من خلالها. اه دي خاصة بالجامعة عندنا وانا اسف والله. انا كده كده يعني وصلنا مش كده? تمام? اه تمام يا دكتور. كده كل سغلات. تمام زي الفل. طيب انا ممكن ابتدي على طول? اه صدر دكتور. احنا قددنا حضرتك. خلاص. طبعا انا اسف الاول للتأخير يعني. وآآ انا اعرفكم بنفسي الاول آآ دكتور شريف شكري. كلية فنون جميلة اسكندرية. آآ آآ انا آآ انا محاضر في قسم الجرافيك عندنا. قسم اللي هو بيسموه قسم التصميمات المتبوعة. آآ ويعني آآ نوع من انواع فنون الجرافيك يعني. تصمات المتبوعة اصلا هي نوع من انواع الفنون آآ التقليدية. آآ لكن آآ مرتبطة جدا آآ بالانتاج اللي هو الطباعي يعني. انتاج اللي هو الكمي. آآ ليها ليها جوانب فنية زي البرينت ميكنج. البرينت ميكنج اصلا هو عبارة عن فن مستقلي. يعني آآ فن ليه ابعاده اللي هو زي مسلا اللوحة الزيت زي العمل النحت. زي مسلا الفن الفن الديكور مسلا او او يعني هو فن مستقل. الفن ده بيكمل آآ فنون احد فنون السبعة يعني. آآ ليه جوانب آآ يعني تطبيقية وليه جوانب تشكيلية. والفرق بين الاتنين ممكن اعرفهم بسرعة. التطبيقي هو الكمي اللي هو ممكن نبيع منه كميات كبيرة ونستفيد منه في الاستثمار المادي والكلام ده كله. طبعا بقى بيت شيرتات ملايات سرير طرح حاجات زي كده يعني. بقى فيه انتاج وفيه استثمار وحاجات زي كده. عايز اتطمن بس الاول الصوت واصل ولا? عشان ممكن اكون قاطع شوط وانا يعني عايز بس اتطمن ان الصوت مستمره. ان الدنيا مزبوطة. الصوت تمام. طب كويس جدا. آآ هنكمل. آآ بقى انا عندنا فيه اللي هو الجانب التطبيقي هو جانب آآ مرتبط بالانتاج الكمي. وده آآ بيستهلك فيه آآ حاجات آآ كميات. كميات من المبعض. زي الزي الحاجات اللي هي بنحتاجوها في التشيرتات في اللي بلايات السرير طرح آآ سجاد آآ مكت ايا كان بقى الخامة اللي انا هبع عليها سواء كانت بقى بلاستيك ولا ازاز ولا قماش ولا الحاجات دي جميلة الحاجات دي كلها لايه في السوق يعني. اما الانتاج الفني التشكيلي ده بيبقى العمل الفني اللي بيتعلق بلوحة بتعلق كده في حيطة على حيطة على جدار ويخش يبقى محفوظ ضمن الانتيريور اللي موجود او سواء كان عمل فني بيتحط في ميادين حاجات صرحية ويتحط في جدارية او يتحط في حاجات زي كده طبعا فن الجرافيك بيخش فيه يعني زي شغل الجرافيتي ابسط في شغل الجرافيتي يعني تمام? ده تخصوصي. آآ اما الابحاث العلمية اللي انا عملتها عملتها في آآ المجال التشكيلي الجرافيكي. آآ ودي طورت عندي شوية حتة ان انا اربط ما بين الفنون السبعة. سواء كان آآ فنون انتر اكتف او سواء كانت حاجات فيها تقنيات. والتقنيات دي ربطتني بالشغل التطبيقي. الانتاجي يعني. التجربة بتاعتي النهاردة جزء من. آآ هي عبارة انا مش عايزين نسموها محاضرة لانها بتبقى الحقيقة مملة جدا. يعني انا انا خط محاضرات آآ في حياتي من سنة الفين واحدة. بنعمل محاضرات. آآ المحاضرة تمالي بيأدمها تيد. الحاجات اللي بتبقى فيها ما بين ورشة العمل وما بين اللي هو الحاجات العلمية التقنية الاكاديمية اللي فيها شوية اسطر كده بنقول هنعمل واحد اتنين تلاتة كأنها محاضرة دي بتبقى ادمها خفيفة. حقيقة يعني نحط دمعة ده. لكن لو قعدنا حطناها كده على الباور بوينت واعدت اقول لكم وتعمل واحد وتعمل اتنين وتعمل تلاتة هتبقى محاضرة مملة جدا. فانا بعتبر التجربة الفنية هي في حد ذاتها محاضرة وفي حد ذاتها ورشة عمل وفي حد ذاتها كمان يعني حاجة كده ايه آآ معلومات بيبقى بيستفيد بيها وعد الناس اللي هي مش مختصة بالمجال ده بس بتاعب توظفها في مجالها. فالقيمة اللي انا هديها لكم النهاردة هي قيمة ممكن يستفيد بيها ناس كتير جدا. يعني في المجال. سواء كان في مجال تطبيقي او مجال انشائي او مجال تشكيلي او كانوا يعني سواء كان كده او كده او كده. والحقيقة لان هي حاجة بكر. لسه محدش استفاد بيها قوي. فطبعا هي شيقة. يعني هي ممكن ممكن ناس كتير تفكر وتفكر في حاجات انا مفكرتش فيها او الناس اللي هي في المجال بتاعنا مفكروش فيها. لانها بتلاقي فيها ممكن توظفها في حياتها. في حاجة احنا ما اخرجش في بالنا اساسا. لانها لسه جديدة. والمعلومات عنها قليلة. وكمان في الناس اللي هي لها اسرار. يعني في نوع من انواع الاسرار فيها. اه تمام. اه فا اه احنا نبتدي بقى نشتغل فيها نتكلم عنها اه ايه هي الاحبار اللي هي اه المضيقة او المتوهجة. تمام? وايه هي الواجه الاستفادة بتاعها? وايه التجربة ممكن تودينا الايه? تمام? عايز بقى لكم يكون طويل معيها شوية. احنا ممكن نجزء المحاضرات او يعني المحاضرات بقيتنا النهاردة دي. لو اتبسطتوا منها نبتدي بقى نعملوا منها يعني جزء تاني. ان شاء الله يعني. نبتدي نصمم لها حاجة تانية تجربية نبتدي نشتغلها مع بعض. يعني كأن تجربة اونلاين كده. اه اه النهاردة هديكم فكرة كاملة عن الموضوع وهعمل قدامكم تجربة صغيرة عشان شوفوها. تمام? بعد كده بقى نبتدي نقرر احنا ممكن كل واحد نعمل زي عصف زهني كده ونعمل نفكر كل واحد مجاله ايه ونبتدي نعمل مجال التشاور يعني بيننا وبين بعض. اه ايه هي الحبر المضيق? ويعني ايه مضيق في الظلمة? يعني في الظلام? وازاي اه انا اقدر استثماره واجيبه منين? يعني فيه فيه ناس هتفكر الله اجابه منين يعني وعمله ازاي? فحنبتدي نفكر في الجوانب دي. اول حاجة ايه هو الحبر المضيق? الحبر المضيق هو اه نوع من انواع اه اه احبار او العجل الخامات القادرة على التوهج في الظلام. ودي انواع. انواع منها كتير اوي. في منها نوع بيتوهج لو شاف او يوفي. لما باليوفي دي بيبقى ليها طردودات. اه وزبزبات. اه اه خاصة. تقدر ان هي على مستويات معينة انها اه تكشف بعض الاحبار او بعض الاشياء اللي هي ما ينفعش نشوفها في الضوء العادي او بنشوفها في ضوء الشمس لان الشمس من ضمنها ضوء اليوفي والاي ار والكلام ده كله. لكن ما بنشوفهاش متوهن. انا قاسف طبعا للانقطاع والله انا مش عارف هو حصل ازاي. تمام كويس جدا. اه اللي حاصل هو ان انا اه لما بعمل نوع من انواع التأمين للعملة باضطر ان انا اطبع اه وارجعت وابع باحبار نوع من انواع الاحبار الصعبة على اي حد. يعني انا لو حبر اليوفي ده اشكله منه كتير على فكرة. لو انا متوفر ليه اقدر ازور عملة مثلا. يعني تأمين العملة بيبقى فيه حاجات كتير جدا. يعني لو انا الوقتي بدأت اجيب احبار يوفي واقدر ان انا اربع بيها نفس الكتابات اللي هي موجودة على العملة دي. تمام? يبقى انا كده يعني اقدر ان انا ازور عملة. فبالتالي هي صعبة. يبقى هنا احنا لازم نتفق على ان الاحبار المضيئة او المتوهجة دي ما هياش حاجة في متناول الجميع. ما هياش سهل ان انا لقيها. تمام? ولكن موجودة. هي مش بعيدة اي او يعني. ايبقى انا كده اتكلمت على اول نوع من انواع الاحبار المضيئة اللي هي من خلال اليوفي. حبر من خلال اضاءة اليوفي. يعني اضلم كل الاضاءة اللي موجودة في القوضة. وبعدين اناور لما ديوفي. تنور معي اللوحات بس. اللوحات بس اللي منورها دي او الاجزاء اللي فيها حبرة طاعي باليوفي. يبقى انا كده اتفقت على ان ده نوع من انواع الاحبار. النوع التاني هو النوع اه الذي يستطيع يعني تخزين الطاقة داخله. تمام? من خلال حركة الكترون حر موجود. فبيخزن هذه الطاقة على هذا الالكترون. وبتدي ايه? يفراها اه في وقت معين في وقت الظلام. ودي على فكرة موجودة كتير في يعني في التفاعلات الكيميائية اللي موجودة اللي بينتجها حتى الكائنات الحية اللي ربنا خلقها زي مثلا انديل البحر. يفضل يمتص الضوء وبعدين يبتدي يجي بالليل يتلقلق جوه الميا بتاعة البحر والمحتاط والكلام ده. تشوف عبارة عن نقط مضيئة كده. تمام? او تشوف بعض البكتيريا. انها تنور في الضلمة. في الغابات. بعض الغابات. فتلاقي فيه توهج اه لهذه البكتيريا او هذه المخلوقات اللي ربنا سبحانه وتعالى خلقها. تمام? كذلك في المعادلات الكيميائية احنا نقدر ان احنا اه بن بنستنبت الكثير من ال من ال من هذه اللي احنا يعني هترحى عليكم اه في صورة اه اه ورق مكتوب. عشان تطلعوا عليها والصيغة الكيميائية بتاعتها. لكن احنا لازم نعرف ان فيها منها نوعين. هم نوعين رئيسيين يعني. نوع آآ آمن ونوع غير آمن. يعني ايه غير آمن? اشعاعي. هزي هزي الاشعاعات خطيرة. يعني فيه نوع منه خطير. ما ينفعش ان انا استعين به. خالص. لكن انا اقدر استعين بالجزء الامن. اللي هو اقدر ان انا استثمره في تخزين الطاقة. وانا هعرفكم برضو في جدول كده. اعرفكم ده اسمه العلمي ايه وده اسمه العلمي ايه. لان عشان اطلع الالوان كلها المضيقة المتواجهة في الظلام. بالالوان اللي احنا متخيلينها في دماغنا دي شوية صعبة. الاحمر ما بيكونش احمر اوي ده بيحاجة لانه بطيخي كده. كان البطيخ يعني. انا اسف والله لو انا بستعمل اللهجة المصرية. انا عارف ان معانا ممكن ما يكونش اه كل الناس مصريين. لكن انا احاول اقرب بخدر الامكان يكون فيه تقريب للمصطلح اللي انا بستخدمه. واللهجة واللغة اللي انا بستخدمه. فهو لون قريب من البطيخ يعني. تمام? هو عشان كاي بيسمون لون احمر بطيخي. الاصفر هو شوية قالب على الورنج. يعني هو اورنج ما هوش اصفر يعني. تمام? الازرق ازرق شوية اه في منه درجات يعني. الاحبار دي احبار غالية جدا. الحقيقة يعني هي بتتوفر بصورة ندرة جدا 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 جدا. وبتكون غالية قوي قوي قوي. وبتيجي على شكل بودر. بودرة. احنا بقى وظيفتنا في المحاضرة دي اعلمك ازاي تصنع الحبر منها. لان انت عشان تخش تروح تجيب مكون طباعي. حبره وعجينة. وتحط جواها بودرة. تعمل الكلام ده كله هتستهلك آآ آآ يعني هتستهلك طقتك كلها. وهتاخد داع وقت. ولو انت عايز تعمل عمل فني هتكون نسيت اصلا انت عايز تعمل عمل فني. يعني فانا هبسط عليك الدنيا علشان في اسرار السوق. والتعامل مع التجار والتعامل مع الناس الحرفيين والكلام ده. هيبقى كله يعني آآ هتلبكوا الدور كتير. فبسط عليك الدنيا. طيب الحبر الفوسفوري المتوهج في اليو في. معنا كده عندي حبر فوسفوري بيتوهج في اليو في. وعندي آآ آآ احبار مضيئة آآ في الظلام. تمام? وعندي منها نوع اشعاعي. التالت ده نوع الاشعاعي ده خطير انا مش هستخدمه اصلا. يعني في فترة آآ آآ في فترة كانت في الستينات بعض البنات آآ اللي هما دهنوا جسموهم بالمواد دي. وشحنوا نفسهم في الدوق ورجعوا عملوا استعراضات حاجات عشان يبتدي يعمل عروض مصرية وكده. والضر وضرر كبير جدا. يعني آآ يمكن الواقعة دي معروفة. هي اللي عرفت اصلا كتير من الفنانين ان هذه الاحبار بعضها خطير. احنا طبعا في منه نوع آمن وفي منه نوع غير آمن. احنا بنشتغل بالنوع الآمن واللي موجود وبيخش الجمارك وبيخش آآ عند التجار والكلام ده كله اللي بيطبع بيه التشيرتات الموضيئة في الظلمة والكلام ده كله ده آآ نوع آمن ما تقلقوش منه تماما يلوقتي حاليا المشيعة اصلا خطر. مش مش هيخش اساسا. مش هيخش اصلا مش هيوصدك اصلا. وهعرفك السيغة الكيميائية بتاعها. اللي يبقى انا كده عندي تلات احبار تلات انواع احبار. تعالوا بقى نعمل اول تجربة كده واحنا مشغلين لامبا يوفي انا يعني دخلت شغلت لامبا يوفي اللامبا دي موجودة اهي. آآ لمبا هي الحقيقة هالوجين. آآ بتطلع اضاءة عالية شويا. آآ اللامبا بتاعتي دي آآ الف واط. علشان تشحن لوحة. تعالوا نشوفوا اللوحة دي لما نيجي ندس النور ايه اللي هيحصل? وهتنور معنا ازاي? ونبتدي نحكي القصة بتاعتها. وهنعمل معاكم تجربة صغيرة وبعدين نختل عشان نقدر ان احنا نشوف آآ آآ يعني ردود افعال الناس ونتكلم معاهم وناخد من ايدي وكده. تعالوا نشوفوا اول لوحة. هنتفي النور تماما. انا عايز اقلب بس الكاميرا. عشان قاتل الكاميرا. افتيكي لو قلبتها من هنا هتقلب معي. تمام? هنتفي اول نور. تاني نور. وادي تبقى عندي اللمبة اليوفي. وادي اللوحة هي. اللي انتو هتشوفوها الوقتي. ادي لوحة هي جوه. شايفينها? آآ اتمنى بس حد يرد علي. يقول لي اسكان شايف ولا مش شايف. اللوحة هي مرودة قدامي. انا لسه ما طفيتش النور على فترة. شايفين? تمام? هطفي النور انا. ده الوقتي في الظلام الدامس. احنا كده في الظلام الدامس. شايفين انتو كده? دي دانيا ضلمة خالصة. واللوح ده لوح. الصغير ده. لوح انا شايفين ايضايا هنا طبعا في الظلامة. هو منور من ورق دي اهو. تمام? ده انا انا عامل صبه بالبودرة دي عشان فتر يديني الاضاقة دي. ودي اجزاء من التجارب اللي كانت موجودة. انا بطبع عليها عشان اواريته بس الموضوع ماشي ازاي? طيب تمام. اشغل بقى النور. طبعا شفتوا اللون الازرق وشفتوا اللون الاحمر البطيخي. وشفتوا الاخضر. انا نورت النور تاني. تمام كده? طيب. ادي نوع. ادي كده نوع. اه هبتدي بقى اوريكم النوع التاني. ده النوع اللي بيتوهج بيشخن في الضوء ويبتدي ايه? ينور في الضلمة. طيب. الاحبار التانية اللي احنا بنعملوها. ممكن بقى اوريكم اشغل اللامبا اليو في واجب لكم لوحة تانية. ونبتدي نشوف التأثير بتاعها عشان نبتدي نشرح ده بيحصل ازاي? طيب. حاسب لكم انا اللحظة واحدة بالزبط. وبعد اذن حضرتك يا دكتور والصوت فاصل. اه انا حقيقة بحضر بس اللوحات. انا كنت بدأت احضر لكم بعد اللوحات ايه? اه كده صمعيني والصوت وصل? اه كده الصوت تمام. تمام. شوفوا هنا كده ادي لوحة ايه مسلا. اللوحة دي اه موجودة في الدوق. يعني انا طبعها في الدوق. تمام? انتو هتشوفوا الوقت اللوحة دي وهي بتنور في الضلمة. انا هفصل الدوق خالص. تمام? ده عمل فني على فكرة. تمام? ازاي ده بيحصل? وازاي تبقى مضيقة? في النور انا في اه في الضلمة يعني? هنشوفوا الكلام ده. اه معلش انا ايه صبعا انا كنت بحضر لومدل يو في. علشان اه تشتغل معنا تبقى متوهجة من ان نضيعش وقت. فانا احضرت لكم اه يمكن الاختين اربع خمسة وهخش الوقتي بلوحة تانية كمان. اه دلوقتي انا جاهز. اه يلا بنا ندفل نور زي ما عملنا اول مرة. اه انا كده بس الصوت تمام? وصلكم? وصلكم ولا? كده الصوت تمام يا دو. تمام. انا الوقتي هخش وحتدي اعمل اه اه يعني اه هقفل النور اللي عندي وهشغل بس لومد يو في. وعشان اه برضو الناس تفهم هنعرف يعني ايه لومد يو في. ونعرف ايه ممكن تتجاب منين وكده. تمام? اه ندفي النور. طفيت انا النور لقتي. اه حسباني هندفي النور برضو للخارجي الورا. ادي النور الخارجي كده احنا مفيش عندنا غير اللامبة اليو فيها لشغالة. اهي. تمام? عشان نشوف بس الكلام ده. ادي. ادي اللوحة. احمد اه اسازناك بس نمسك دي كده. شايفين هنا اللوحة المتوهجة معي. اهي. دي على فكرة اضاءة يو في. نشوف بقى الكلام ده هيحصل ازاي لو طفيت اللامبة اليو في. وانا طبعا انتم مش شايفين حيها خالص ده. مش كده? تعالوا واقع نشوفوا اللامبة اللوحة. هي نورت كده. ثانية واحدة احمد. قد فيه تاني. تعالوا نشوفوا اللي هي كانت بتشحن في الضلمة. هي الوحيدة اللي بنورها هي في القودة. نور تاني كده احمد. كده نورت اللامبة اليو في. دي على فكرة لامبة يو في مش اضاءة عادية. فبالتالي الابيض بتاعها بيتحول لازرق. الابيض الاسطح الابيضة بتحول للون ازرق. تعالوا نشوفوا كده. اول لوحة ايه. كمية الاحمر والاصفر والاورنج. الوحة دي عملتها الحقيقة. اه بناسبة اه يعني اختنا غاليا كرونا. اهي? ودخلتها في تيما كده. مع عمليات الطباعة. حاجات شرقي مع تيما كده فيها قاية الكرسي. علشان تخش يعني هاجين من الانواع التحصيل وحاجات زي كده. يعني فلسافة تشكيلية. بغض النظر بعيدة عن الكلام ده يعني. لكن هي دخلت في الهاجين اللوني ده عشان خاطر نختبر ازاي هيعيش الالوان دي مع بعضها وكده. احنا الوقت هنتعرف ازاي نعمل العدلنا دي. اه دي مسلا نوع تاني اهو. شايفين درجات الاحمر والاخضر والاصفر. اه دي كمان واحدة ايه. واحدة ايه كمان. شوف هنا بقى عاجين الفوم اللي موجودة فيها نوع انواع البروس. انا مش عارف ازا كان الفيديو عندكم شغال كويس ولا بيقطع الصوت والصورة احاجات دي. انا هوليكو كمان الريليف اللي بيعملو. يعني بص ممكن تحس بالضق والضل. اللي موجود في الريليف اللي موجود. وادحة اصطور في مشكلة. 피 عندكم مشىكل في السورة.а فصورة? انا يا دكتور الصوت والصورة كده تمام. تمام بس كفي مشاكل قبل كده? هو بس من اول الفيديو لا ما فيش اي مشاكل يعني هو بس حصل تعطيع خفيف. تعطيع خفيف. طب يعني ابط الحركة بتاعت شوية عشان تطلع نظبوطة معاك. شوف هنا بقى. التوهج واضح. قدرنا نعمل كويس جدا على الحبر. هدخلكوا بقى على حاجة تانية زي ايه? زي الشفلونات نفسها اللي احنا كنا بنجهزوها. عشان نطبع بيها. كل واحدة باللون بتاعها. يعني دي صفرة. دي حمرة. تمام. خلص كده. تمام. آآ هنجتدي بقى نوريته صورة سريعة من بعيد. شوف كده. الاحبار اللي هيا اللي نشتغل بيها ايه? شايفينها? شايفين متوهجة ازاي? بضل ما? طيب. تعالوا نبصوا بقى على ايه? على المصادر بتاعتها. بص الكيسة بتاعتك اهي? شايفينها? طيب. هنتين حطوها هنا عشان قطر نشوف هنشتغلوا بيها ازاي? صباعي تعاصى اهو بيها. بدأ ينفع. عشان تعرف اه تعرف الجودة بتاعتها بص صباعي مضلم ايديا مضلم بس نحب الناس متوهج. نورنا النور اهو. هنبتين نور با ايتي النور انا. طيب. السؤال هنا بقى. انتم معايا مش كده? انا بس معلش انا كل فترة بتاكد ليه لان انا عارف احيانا بيحصل ان يحصل تقطيع او غيره فانا عايز اتطمن بس مش اكتر ايه. ايه بحنا معايا طبعا. زي الفل. السؤال هنا هل اللي احنا اتكلمنا عنها هي تبقى شبه شوية. بيسموها الاسم العلمي بتاعها بلاك لايت. هنقفل تاني ضوء. ادي اللمبة اليو في. تمام? وهي الاشعة بتاعتها شوية اقرب باللون البنفسجي. اه قدرتها على الامبعاث اه لليو في عالية جدا الحقيقة. وبتوصل لاماكن كتيرة جدا جدا في المساحة بتاعتها اللي بتغطيها. هي الفكرة كلها. هل اللمبة اليو في بتأثر على الحبر المضيء في الضلمة خالص? تعالوا نشوف الكلام ده بيحصل ولا ما بيحصلش? ونعملوا تست كده. انا عايزكم بقى انتوا ايه اللي تقولولي? حسيتوا بايه? تعالوا نشوف كده. هنعمل تست صغير خالص. استغزمي بس خليكة يا حسنين. تعالوا نشوف كده. ادي اللمبة اليو في. واده اللي هو الحبر اسمه ده. اللي هو المضيء. تعالوا نشوف ايه اللي هيحصل لما ايجي اطفي اللمبة اليو في. بص انا انا عربتها تعريض خطي كده. علشان اشوف هي لها تأثير فعليا ولا ملهاش تأثير. شايفين انا حطتها في وشها كده. يعني انا انا لازقها في وشها. تعالوا شوفوا كده ايه اللي هيحصل. وعايزكم انتو اللي تردوا عليك تقولي على الكومنت كده لاحظته ايه? انا بس بس بها مش بس بها كتير. خلاص بقى نضفي بقى. نضفي كده احمد. حسيته فرق? مش لاحظته ان الجزء ده اخد خط ضوء زيادة مكان تأثير اليوفي. انا عايزة عايزة كل واحد حس بايه? يعني كل واحد اه شعر بايه? ولا تحبوا اجيب لكم لوحة? ما تعرضتش للدوق خالص خالص. واعرضها اليوفي بس. ايه رأيكم? يعني لوحة من اللي هي بتشحل الدوق. ونحطوها تحت تأثير اليوفي. ونشوفوا ايه اللي هيحصل. تحبوا ده? اه? ايه رأيكم? ولا بتحبوا تردوا عليها على طول تقولوا ليه تأثير اللي انت شفتوه? طيب. ها? انا ما شفتش رد غير جاتي. اه حس ان التفاعل مش موجود. استأذنكم علش. اه تاني. انا هنعمل لكم الوقتي. هجيب لكم الوقتي. لوحة تانية جديدة. تمام? ما تعرضتش للدوق خالص. تمام? اه بتشحن في الضلمة. مش مش من اللوحات دي. ونشوفوا تأثيرها لو اتعرضت لليوفي. تمام كده? انا جبتلكوا لوحة جديدة في الضلمة اهي? مش منوارة خالص. تعالوا بقى ان صلت الاضاءة بتاعت اليوفي عليها. وش ايه اللي هيحصل? ادي اللمبة اليوفي. وجبتلكوا لوحة جديدة خالص تماما. نطفي اليوفي بقى. ايه اللي حصل? ايه اللي حصل? انتو خدتوا بالكم ايه اللي حصل? بصوا حتى الزرق اللي طبعت دي. يتأثرت جدا 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 باليوفي. ده معنى كده ان الحبر المضيء في الضلمة هو كمان بيتأثر باليوفي. يعني اصلا الحبر المضيء في الظلام اساسا شحن في اقل من لحظة. اقل من ده اخد كمية اليوفي بس. يبقى معنى كده ان الحبر اليوفي هو اصلا اللي بيأثر في التوهم. تعال بقى نشغل اللمبة اليوفي فترة طويلة ونشوفو ايه اللي هيحصل كده. نعملها عملية مسح كده نحركها يمين وشمال. اما نشوف ايه التأثير اللي هيحصل. انا عرضتها بصورة اكبر ايه؟ ندفي بقى كده. ندفي لو مضي اليوفي. اه فصو بقى التوهج هنا. ولسه ما اكتملش كمان. لسه كمان بيشحن اكتر. شايفين الاداء الخطي والاداء اللي هو الحركي للعمل. شوفوا هنا الاداء الحركي والاداء الخطي موجود بصورة مكسفة جدا. تمام? وطبعا لان لان البودرة نفسها المضيئة بدأت تتوهج فظهرت الحبر الطباعي نفسه. عشان كده الخطوط الفاين او بدأت تظهر. شايفينها? تدعمات الطباعة. شايفين خطوط هنا? شايفين التقلق اللوني الازرق والاحمر والاخضر. شايفين هنا اللون عامل ازاي? تمام? يبقى انا هنا كده. اما ندفل بالزبط كده. صح كده انا كده مزبوط الكلام. يبقى انا لما باجي قطفل يعني انا بشغلها عشان خاطر تعمل تأثير على البودرة المضيئة. تمام? زي ما حصلت هنا. يعني اه انا هنا اللوحة التانية ايه? موجودة. تمام? فانا بالتالي اللي حصل ان الحاجات دي شحنت معايا. وبدأت ايه? تتوهج. تعالوا بقى نشوفوا. نخشوا بقى مرحلة جديدة. يعني خلاص تعرفنا عليها. واتعرفنا على اداءها البصري. نعرف بقى اداءها التقني. ازاي هشتغل بيها? ازاي ههوزفها في شغلي? ازاي ان انا هتعامل معاها بطريقة. تمام? الشحن حديقي بتقولي ان الشحن قصدي بيخلص بعد وقت قد ايه? اه. هي المفروض ان هي بتفضل تشحن لمدة اتناشر ساعة. يعني لو شاحن اتأخذ الكمية تشحن لمدة اتناشر ساعة. ومفروض ان احنا فيه كبروجيكت مفروض ان احنا نقدموه مسلا. اه لو عايزين نفكر. الحاجات دي ممكن تستصمر في الاماكن اللي بالليل ما تحتاجش للضوء فيها. زي الاماكن السياحية مسلا. اماكن ممكن الناس بتطلع تفسح في الجو بتاعها بالليل. لو تاخدوا بالكم ان اناديل البحر. اه. معلش احمد احمد التحنور بعد اذنك. اه. لو احنا مسلا روحنا مسلا مناطق زي اه. اه. راس البر وشرم الشيخ. والعين السخنة. والحيطات دي. اه. في مصر يعني. اه. او مناطق الخليج عمتا. الخليج بيكون فيه اناديل البحر بتبقى بكسرة كبيرة جدا. اناديل البحر ممتعة جدا لما بتبطي تنور بالليل في المية وكده. الناس لو فيه ممشى معين فوق مسطح المية. او فيه بعض الناس بتعمل كباري كده بتبقى ايه ازاز. فبتشوف تحت رجلها وحواليها الحاجات دي وهي متلقلقة. فاحنا بنحاكي الطبيعة. احنا بنحاكي الخلق بتاع ربنا سبحانه وتعالى اللي هو خلق قولنا العظيم ده. احنا بناخد الحاجات دي ممكن نعمل في اماكن ممرات سياحية مسلا في سيوة. اماكن في مسلا في اماكن سياحية في لقصر في اسوان. اه ممكن مسلا في بعض الاماكن اللي هي الصحراوية الجو فيها معتدل. اه ممكن بتي نحط حاجات رسومات في اماكن معينة. دي على الجدران بتاعتها تفضل تشحن بالنهار وبالناس تستمتع بيها بالليل. جاية تبتيش تتماشي. لكن هي كشيء اين دور? صعب. صعب ان انا اوظف حاجة انا اه وقل انا ممكن ادخلها مسلا زي ورق حائط. احطها في ورق حائط مسلا تبقى مضيقة ودي كانت متابعة الفترة معينة ولكن اتطلب عليها قليل. ان انا احط مسلا النجوم وحاجات زي كده في قط النوم. وتبتدي اتنور معايا وتلقلق معايا في حالة ايه لما بقفل النور. بقفل الاضاءة بتاعتي. تمام? انا ممكن اوظفها توظيفات كتيرة جدا هنتكلم فيها بصورة اكسر اه تفصيلا. اه بس الاول نشوف احنا ممكن ده بيتعامل زي. استقزيمكم لحظة بس نزبط المكان. اه عشان اجهز لكم تجربة صغيرة كده بنعمل. استقزيمك ايه? اه? هنمسك ده بس بعد اذنك كده. انا ايسك كده. اكل ايه? ايه ده? انا قفلت تعريبا? اه اه كده كده معايا يا جماعة? كده معايا? هبتدي التجربة على طول فورة نهو. اه طمنوني بس معاك تمام. اه هنبتدي بقى نعمل التجربة مع بعض نشوفو الدنيا ماشي ازاي? هنسلط المكان عند مكان التباعة. تمام? اه انا هتبع تعمل تجربة صغيرة على ورق. هادي ورق كده عادي. يمكن اتبع لو ماشي. نمشي نشكلة خاصة. تمام? اه ازاي من اول ما بنعمل تحبه? لغاية يعني ايه? لغاية ما بنتبع. او نعمل عندي تتباع عن السابق. احسن ازاي? دي تجربة سريعة علشان تخلي الناس فهمة ايه اللي بيحصل يعني. هادي الورق بتاعي اهو. هادي البودرة اليو في. دي بودرة. يو في. تمام? اه هنشوف البودرة دي. انا ممكن اصنعها ازاي? او اعملها ازاي? اه في عني مركبات كتير جدا. المركب الاولاني اللي انا هشتغل به. ده مركب كيميائي. انا مش بشتري. اه احنا هنا بقى هنبتدي نتكلم بطريقة اكاديمية شوية. مش هنشتغل بقى بطريقة يعني ايه? اه حاجة كده سوقية. لا هنشتغل بطريقة اكاديمية. يعني تحول شوية تحول اكاديمية. اه انا مش هقدر اروح. انا كحد عايز دوقتي اشتغل. مش هقدر اروح. اشتري عجينة او احبار. واقول له اديني لون كده يبقى انت بيتضحك عليك. ايه السبب بقى في ده? السبب انه هو اولا هيستغلك تجاريا. وهيقول لك ده نادر. مش هتلاقيه. وحاجات كده يعني. لا انا هقوليك ازاي تصنع? هقوليك ازاي تصنع? بكزا طريقة حتة الحبر اليو في ده. تمام? هقولك على كزا مركب. وابتدي اشتغل معي بناء على هذا الفكر الاكاديمي. تمام? حاليا دلوقتي انا ممكن اشتغل بوسائط. حاجة اسمها وسائط. الوسيط الاولاني مائي. والوسيط التاني دهني. طيب ايه العملية ايه? ايه اللي بيحصل في الوسيط المائي? وايه الفرق بينهم? الفرق بينهم ان انا لو الوسيط مائي لازم يكون المركب بتاعه نفسه قابل لانه يدوب جزء من دهني. زي ايه? هقولك انا زي ايه? مسلا البوية البلاستيك او البوية الاكريليك اللي هي بتاعت الدهنات بتاعت ابطلاءات بتاعت البيت العاية. اللي احنا بنستخدمها للمنازل والبيوت. وحاجات زي كده. تمام? دي بندوبها في ايه? مية. بس هي اسمها ايه? اسمها اكريليك. طب هو ايه حكاية الاكريليك دي? يعني ايه فكرة ان هو يكون اكريليك ومهاش مائي? ما هو بيدوفه مية اهو? لا هو الحقيقة بيدوفه مية بطريقة جزئية. يعني انا لما اجي احط اجيب شوية اكريليك انا مش بكوب مية. ده انا ممكن بالكتير ايه احط نص ازازة على جلون. يعني اه اه ده نص لتر ولا حاجة يعني حاجة مجازا عشان يلين شوية حركة بتاعتي. والجفاف بيكون سريع وما بيدجعش يدوف داني في مية. يعني انا ما ينفعش بعد ما اعمل عمية اطلاق. اه للمنزل بتاعي بالبلاستيك ارمي شوية مية وادوب اللي موجود ده مش هينفع اسم بلاستيك اساسا هو بلاستيك لدائن. هو من البلاستيك. وكلمة بتاعني في اللغة باللغة الانجليزية كلمة لدائن باللغة العربية. فكلمة لدائن هي كلمة بلاستيك باللغة الانجليزية. لما دي تدور في مراجع هتلاقي كلمة بلاستيك. طب ايه حكاية بقى المركبات البلاستيكية دي. اللي انا ده وبتها طريقة جزئية في المية. دي نوعين. نوع بيشتق من عائلة الهوموبوليمر ونوع تاني اللي هو كوبوليمر. ايه حكاية الهوموبوليمر والكوبوليمر? الهوموبوليمر متفق علينا هو يكون من منتجات الفينايل. الفينيل. وده بلاستيك. تمام? الفينايل. والمنتج التاني اللي هو الكوبوليمر من مشتقات العيلة بتاعته اسمه الاكريليك. مش كده اسمه حتى لما ديجي تروح تدور على اي حاجة فيها اكريليك هتلاقي فيها كلمة كوبوليمر. كوبوليمر. طيب ايه المشتقات بتاعته اللي انا ممكن نشتغل منها المشتقة بتاعها الريزن بتاعه هنا هو اسمه هنا ده اسمه علمي وده لما تروح تشتريه تشتريه من منتجات السوق كده هتفاجأ بانه غالي جدا 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 لما تشتريه على منتج شركة بيبيو مثلا تبيعه لك او شركة مثلا اه اه فبركاسل ولا ايا كان شركة فرنساوي ولا شركة ايطالي ولا بتاع بتطلعه لك. طب هل انا اجيبه غالي? لا انت ماتجيبهش غالي خالص. انت هتجيبه رخيص جدا. اساسا. ليه بقى? لان هو بيتباع منه منتجات بالبرميل خمسين كيلو وحاجات زي كده. تروح للشركات زي بتاعة البويات. قل له انا عايز ورنيش مائي. ورنيش مائي. ولما تاخد الورنيش المائي ده ورنيش اكريلك مائي يعني. لما تجيب الورنيش المائي ده هتلاقي مكتوب على الوصف بتاعته او اللي هو هتلاقي مكتوب وراء ايه? احد منتجات ستايرين اكريليك كوبوليمر. يبقى انا هنا عرفت الاسم العلمي وعرفت ازاي اجيبه من الجماعة اللي هو في الشغل في البره. روح لشركة جيوتين روح لشركة اه اه سايبس. روح لشركة اه ايا كان بقى الشركة اللي انت عندك دي. روح لهم. قل له انا عايز ورنيش مائي. لما تقرأ كلمة ستايرين اكريليك كوبوليمر وراء. تمام? يبقى انت اتطمنت. طب انا امتى? اجيب اكريليك واشتغل بيه اتطمن. انت لو جبت اكريليك عادي واشتغلت بيه عمره ما هيديك نتيجة. ايه السبب مش هيديك نتيجة? لان اول حاجة هم بيحطوها حاجة اسمه تيتانيوم جواه. عشان يلون معك ابيض. فبالتالي هو ما بيدولك شستايرين اكريليك كوبوليمر شفاف. ورنيش. ده بيدولك متخلط بنسبة التيتانيوم. طب ايه التيتانيوم هيعمل معي ايه? او اكسيد التيتانيوم هيعمل ايه? هيعتمال الاكسيد اللي هو هيأثر على الفسفولي اللي عنده. انا عايزه شفاف. انا عايزه زي المية. فانا عشان اجيبه زي المية لازم اجيبه ورنيش. تمام? ادي اول مركبة. سانية واحدة. ما لابتش الكابرة انا يسف. اهو. شايفينه بص انا هعمل كده اهو. بص بيقاشو في الشرفية بتاعته. طبعا هو ايه? كل لما كل لما بتسيبه ينشف عامل شبه الغير الابيض كده. كل لما تسيبه. هو شبه هو مش هو اه? على فكرة. هقول لكم لقتي على الغير الابيض لاقصد. تمام. يبقى انا كده عندي ده مركب. ايه المركب التاني? المركب التاني هو 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 الغير الابيض. هو الغير الابيض. بس انت انا لما تروح تشتريه غيرها ابيض هشي غلي نسبيا. لكن لما تروح تشتريه من شركات طباعها او شركات حبر او حاجات زي كده هيدو لك ممكن يدو لك ببلاش. رخيص جدا. فهو شفاف. انت ممكن تحطه وتخلطه وتطلع معك في النتيجة حلوة. طيب. يبقى انا كده ايه? انا بس عايز اتطمن. ادوني اوكي ان لو انا انا ماشي صح والدنيا سامعيني كويس ومركزين. اكتبوني واحد. تمام? لو تمام. شكرا لكم. تمام. اخش بقى في المنتج الدهني. الجميل بقى. طب ايه اللي بيعيب المنتج المائي? الحاجات المائية دي اللي بعملها دي. هي مش مائية على فكرة هي دهنية. انتم عارفين لو انا لو ده مائي مائي. ماء في المية. البودرة الفوسفوري دي مش هتدوق اصلا. اصلا لان هي الشقة بتاعها دهني اساسا. قاعدة بتاعها دهنية. يبقى انا عايز اعمل ايه بقى علشان خاطر اشتغل شغل صح حلقة فاين. تمام? اول انا جيب شقة دهني. طب ايه اللي بيعيب البوليفينال اسيتيت واللي بيعيب السيرين اكريليكو بوليمر? ها? اقول لكم انا اقول لكم ايه مشكلة? عندهم مشكلة جديدة قوي. انه بينشف الواحدة. لو نشوف انا عارفش ادوبهم. دي مصيبة بقى. لان انا لو انا عايز ارسم به اشتغل بالليل اللي اطلق عليهم دول. البوليفينال اسيتيت واللي سيرين اكريليكو بوليمر. مرة الجاية هتجدوكم الحاجات دي مكتوبة. هي موجودة بس انا مش عايز اخليها المحاضرة جفة. يعني انا عايز اخلي المرة دي مستكرة انك ده تفرج على معرض. وهتفرج على تجربة الوقتي احنا بنشتغل. تمام? فانا بالتالي الوقتي انا عندي مشكلة. انا لو انا هشتغل بالمواد دي مواد دي بتنشف في قدية. يعني وانا شغال تنشف. وما عارفش اسيطر عليها. تنشف خلاص مش عارف ادوبها تاني. الفن ما بيبقاش كده. الفن اللي لازم يدي فرصة للفنان انه هو شغال اتحكم انا في الحاجات دي هتنشف ولا مش تنشف. انا اششفها الوقتي. انا اششفها بكرة. ليه بقى? لا اعايز اعمل مسج. مسج ما بين الالوان دي وهي بتشتغل. اعمل مسج وهي بعد ما يعني اسيبها مسلا ساعة والتنوة ارجع اعمل اه اندر بنتنج عليها تاني فتعيش مع الالوان اللي تحتيها. اقول لا لا كفاية كده وانشفها انا بقى بمزجل. انا عايز انا اششفها الوقتي انا اششفها. اه هنا بقى اقدر اتحكم. انا مش عايز حاجة سيلب دراينج. انا عايز حاجة تنشف على مهلها على مهل انا. انا اللي اعمل كنترول على انها تنشف ولا بتنشفش. ودي بتحصل ازاي? بتحصل لو انا قدرت ان انا اصنع وسيط عجينة. العجينة دي تكون دهنية تقبل ان الشق الدهني دي يروف فيها. وفي الناس الوقت اعرضها الحرارة تنشف. مسلا. اديها زي استشوار كده. اديها كده هبو حراري. اديها نفحة حرارية. اديها لفحة حرارية. حاجة كده يعني ايه? اه اه بيسموها هم بيسموه لفح حراري. لفح. يلفحوا. عارف واحدة لفح. اه تلطش كده لطش الحرارة. او ان انا اعرضه اللومد اي ار مسلا. مسلا. او سيشوار بتاع الشعر ده اللي بنشف بيه شعري. مسلا. او ان انا اعرضه اللومد تنشف عليها مسلا. كده. يعني انا اتحكم اقول لها تنشف تنشف. اقول لها ما تنشف يبقى انا كده افضل متحكم في مجرات الامور. طب دي بتحصل ازاي? احنا عادنا فترا ندور هورا الكلام ده. لغاية ما لقينا مواد اه مش عايزين نشتري حاجات غالية احنا بقى احنا عايزين نتعامل مع بعض معاملة علمية. اه نقدر ان احنا نجيب اه اه يعني اه نوع من انوع البوليمر ينشف معايا. واقدر ان انا اشغله اه انا اششفه بطريقتي. ولقينا في بودرة اسمها بودرة الدي في سي. انتو عارف انها البي في سي. اه بودرة البي في سي نوعا انواع البلاستيك او اللدائن. اقدر اعملها عملية طحم وصهر تسيح معايا فتطلع معايا عجينا. يعني اتخيروا بقى البي في سي ده انا اقدر اطلع منه عجينا. بس طبعا انت مش تقدر بتعمل ده. انت الوقتي حاليا مش تقدر تروح تجيب بودرة بي في سي هي بتتبايع على فكرة. وقدر اطحانها وعجينها. وطلع منها عجينا مستحلب يعني. مستحلب زي العسل كده. تمام? وتطلع شفافة. هل انت تقدر تعمل ده? لا متقدر اشتعمل ده. بس انا لازم اعرفها. طب انا ممكن اعمل ايه? هتروح لشركات الطبعة. قل له انا عايز عجينا بلاستيزول. بلاستيزول. ايه خالي من التيتانيا التيتانيا لونه بأبيض. كشيدي التانيا لونه بأبيض. هو ده اي ابيض في الدن يا اكسيد زينك. يا اكسيد تيتانيا. اي ابيض في الدون في الكون ربنا سبحانه وتعالى خلق الالوان والاكسيد الملونة على اسماء معينة خرجت من حاجات معينة. اكسيد الزينك اللي هو الخريصين ده اكسيد فعلا. ده لما ديجيبش حتة زينكية تصدي تعمل اللون ابيض. تفروحوا كده لتبلعها اللون ابيض. احنا بنصنعوه من الزنك. والزنك حتى بدأوا بدأ الناس تعرفوا. لانه بدأوا يستخدموه في علاج الكورونا علشان يزود جهاز المناعة او حاجات زي كده. فهيد معادن دي كلها الجسم بيستفيد بيها اساسا. احنا بقى بنجيبها كتتانيوم او كزنك. وبنحطوها مع الحاجات المبيضة دي عشان. بس احنا ما تنفعناش بقى في التجربة بتاعتنا دي. ليه ما بتنفعناش في التجربة دي. لانها بتحجب التوهج للبودرة البي بي سي. البودرة المديقة اي اسف. البودرة الفسفوري يعني. يبقى انا هنا اتجنب كده. اتجنب التيتانيوم وتجنب الزنك. هجيب بلاستيزول دهني مستحلب بدون تيتانيوم وبدون آآ زنك. تعالوا نشوفوها بقى مع بعض. هولي كلنا طحينها وعامل منها عجينة كده وعمل عاملت بيها حركات. تعالوا نشوفوها مع بعض. بس ازلناك احمد معلشة. هنصور فينا. كمان. ما احنا اه نقلبها من هنا بفوق كده. شايفين يا شباب? ادي يا جماعة الفنانين معلش ان نسألوك شباب نتقول لها شباب زي بعض. وآآ يعني سواء كان فنانين او مهندسين او سادزة او هواء. ايا كان فوق راسي بنفوق. يعني اسمحوني ان انا انا يعني حاس ان انا اعرفكم من فترة يعني. فاسمحوني ان انا تعمى لس المنطقة. هادي عجينة البلاستيزول. كمان? دي عبارة عن بودرة بي بي سي معجونة. آآ تعالوا نعجي الحب كده ونشوفوه مع المعاملين الزيج. نجيب آآ. احنا بنستخدم ايه بقى اولاد? آآ شباب قصدي اناسي. آآ بنستخدم ايه? بنستخدم آآ عانتيني اللي هي بتاعة الكحة دي كده اللي هي ايه? بنستخدموها لو هتكون عنده ده كحة عنده كحة. فييجي الطبيب بيكشف عليه. فبيطر يفتح كده ظهوره عشان يبص جوه وكده ايه. تمام? احنا بنجيب ده وبنجيب كوبايات بلاستيك حاجات صغيرة كده. وبنطلع العجينة بتاعتي ايه? ايه? احنا الدنيا مش ازاي. ادي العجينة ايه? ادي عجبت البلاستيزولة ايه? تمام? وادي عندي البدرة. بص بقى. احط شوية البلاستيزول الجمال دول هناه. الآآ قسدي اسف العجينة. وابتلي اقلب بالراحة كده. يا مهند? مش باين. مش باين. ازابة كاملة هي. ليه بقى? لان الوسيط الدهني قابل الوسيط الدهني اللي زي. تعالوا هريكوا لو هحط رامفو شوية مية ايه اللي هيحصل? عشان تعرفوا بس ان الحبر ده دهني. تعرفوا ايه الدهنية بتاعها عالية. شايفين يا شايفين يا جماعة? اخواتنا الاعزاء يعني وكرام. شايفين هنا? هم? طيب. تعالوا بقى هنشوفوا ايه? انا انا هنشوف البدرة. هنجيب شوية مية. هجنلقوا شوية مية. مية ايه? مية ايه شباب? تعالنا هنفضوا البدرة دي. طبا شايفين? مفيش حالة ديبت. فوق الويش ايه. شايفينها? فوق الويش. ولا في حالة ديبت. خالص. لو عادنا نعمل فيها للسنة الجاية مش هندي. شايفينها? بينا احمد عندك? شايفين فوق الويش هاي? عملت ايه? طفت. طفت فوق المية. طب. تعالوا بقى نخشوا على ازاي نصبع بيها? ازاي نصبع بالايه? بالحاجات دي. في الغالب احنا عشان نصبع بالحبر اللي هو اللي تخورك. انا محتاج ان انا اتبع من خلال قوالب طبعية. اتبع بيها. سواء انا ممكن ارسل بيها. يعني انا ممكن اجيب فرشة الوقتي وااخد اللون ده ابتدي ارسل بيها. وفي ناس كتير بتعمل الكلام ده يعني. طيب تعالوا نشوف لغاية اهم الحاجة احنا ممكن نعمل الكلام ده. قادي اهو فرشة. قادي فرشة ايه? تمام? واخد بيها اللون وابتدي ارسل بيها اهو. اهو. تعالوا يسن في الضلمة. هتشغل الوماديي. هتشغل الوماديي. هاي قدوك رنور. اشتركوا في القناة الروتر خسط انا عايز اتطمم بس اكتبولي لو النت شغال معك لو الجودة شغالة كويسة تمام شوف انا هنا انا الوقت انا هنسل بالاصفر اهو انا رسامت اهو شايفين يا بارسم بزي اهو ده في الضلمة على فكرة انا شغلت في الضلمة كده طب انا بارسم ازاي اطبع بقى ازاي اطلع الحاجات فيها اطبعها واضح عندك اللي شايفين يا شباب اه دي كده الحبر اللي انا استخدمته وادي التأسير بتاعه قرب منه كده قرب كده عمي الزوم شايفين التأسير النقطي اللي بيحصل ده تمام ده تأسير اهو اي حاجة انا هعملها هتديني تأسير هنا تمام كده ده كده في الضلمة ده كده في حتى اداية صابعة اداية هي بقت منورة ايه في الضلمة ايه شايفين اداية بقت عاملة ازاي ايه خلاص طيب تعالوا بقى نشوف انا ممكن اطبع ازاي نفتح بقى النور عادي تعالوا نشوف احنا هنطبع ازاي خلاص كده احنا كده ما هنطبع ايه نقلب المرأة دي نحية التانية ونشوف احنا ممكن نطبع ازاي نستخدم عليها الطبعة ازاي تعالوا اهو دخلكم على مكهل صغير بعدين نبتدي نجهز نجيوش شابلون عقوم نبتدي نجرب بيها نطبع بيها على طب جرح هادي اا الاثلام بتاعتي ان انا بعملها دي اكلام مسلا شرفاتة ايه لو تفتكروا دي انتور في التصميم ده شوفتوه من شوية اا لما كنا بنااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا تصميم ده من شوية. كنت شوفتو الوقتي هو مبوع. صح كده ولا غلطان? شايفينه? شايفينه? على ورق شفاف اهو. شايفينه ورق شفاف? فتعانوا شوفوا حاجة تانية كده. ادي تصميم تانية اهو. تمام? ادي تصميم كمان اهو. شايفين بتاعه اهو. بس انا اشار جلوكم الاداها. شوفها. تادي تصميم اهو. شايفينه? تمام? نشوف تصميم تاني كمان? تادي تصميم كمان اهو. عملت انا تصميم اهو. تمام? يبقى انا كده اشتغلت على ان انا عملت افلام. اه? كده انتم اهو الصوت وصل لكم يا شباب. الصوت وصل لكم والدنيا وصل لك كده كويس والصور وصل اهو. التصوير وصل كويس. تمام? كويس اهو. نشكر اهو. ازاي بقى? هطلع الفيلم اللي انا عملته ده? الفيلم ده? ازاي هطلعو? تمام? هعمله اتباع. يعني ده ازاي حولوا اتباعها? تعالوا نشوفوا. تعالوا نشوفوا الكلام ده هيحصل ازاي? اللي هيحصل هو ان انا بجيب قالب طباعي عبارة عن اطار من الخشب او من الالمينيوم. وابتدي اعفرشوا مادة حساسة للضوء. وطلع منه شابلونة. بيسموها ايه قالب طباعي? تعالوا نشوفوها القلب الطباعي ده. كده احنا? ازاي طلب الطباعي اللي موجود عندنا. وادي الفيلم بتاعه اللي احنا عملناه ده. شايفينها? شايفينش كده باينت مدالك? باينة باينة. وادي الفيلم بتاعه هو اللي كان موجودة هو. طب ايه اللي حصل? اللي حصل ان الشبكة الحريرية دي اللي موجودة عندي. القلب الطباعي ده. عبارة عن اطار مشدود عليه حرير. الحرير الطباعي ده عبارة عن مسام. المسام دي لو سدتها اماكن. وسبت اماكن تانية مفتوحة اقدر اعمل عملية طباعية. تمام? فانا بالتالي صنعت بتاع القلب وعملت الحرير وفرجت المادة الحساسة. وعرضتها للضوء. وبعدين عملتها الاصفار طالع معايا قلب طباعي. هنتكلم باستفادة في الموضوع ده. لكن مش توقع. انا هاوريكو ازاي يحصل عملية طباعية. بالقلب الطباعي من خلال حجر بتاعي ده. تعالوا انا ندور ازاي يمكن نتبع نسخة طباعية بالقلب الطباعي ده. ده من الناحية العلمية اسمه سكوي جي. سكوي جي. وده بيبقى بيستخدم كأداية طباعية للحبل الطباعي اللي هو بتاع السلك كلمة جاية من الاسم الحركة بتاع السوت اللي بيحصل اثناء الاحتكاك اللي بينه بين الحريرة. بيعمل اسم ده هم اخدوه من الحركة والصوت اللي بيحصل نتيجة الان انا اشتفت بفاهم ده بيحصل ازاي? سكوي اس كيو اي اي. تمام? و جي جي اي. تمام? اه فانا بالتانية انا بستخدم اللي هو الايه? الاسم العلمي او اللي هو اللي بيحصل ده. تعالوا نحط الحبر الطباعي. ونتبع به ونشوف ايه اللي هيحصل. بس انا عشان اطبع به بالحبر الطباعي فوق الورقة. حطي النور واشغل اليو في. اشغل اليو في عشان ايه? عشان تشوف العملية الطباعي هتحصل ازاي? طبعا اه سامحوني يعذروني ان القلب الطباعي متوسخ انا يعني اه كنت طبع به لون اسود فبالتالي انا هوريكم اللون يمكن يكون متعكر شوية لكن هو هيعمل عملية طباعية عادي. هو الفكرة بقى ان انا اعمل عملية طباعية بحبر يوفي بحبر اه فوسفوري ولا بحبر اسود ولا بتاع دي دي عملية احنا الفناني اللي بيحكم فيها. يعني احنا بنتحكم فيها. كل الالوان اللي شايفينها دي تقدروا تطبعه بيان. تعملوا التركوبات لونية وتعملوا بها اعمال فنية عظيمة جدا تمام? من خلال الحركات الطباعية دي. هنقفل النور دي وقتي ونبتدي نشوف الايه? الاعمالية دي بتحصل ازاي? احمد خليتنا سكها. خليتنا سكة عادي جدا. وهليقفل بس النور هنا. الله ينور. تعالوا يا شباب نشوفوا كده بقى الدنيا هتحصل ازاي? قادي الحبر الطباعي انا حطوه. وقادي الحبر الطباعي اللي الطبع هو للايه? العمل بتاعي. شفتوه? شايفين يا شباب اللون عمل ازاي? اهو. الطبع على طول بالقلب الطباعي. طبعا عشان متعكر شوية انتو شايفين الكلام ده. اهو. هوريكوا بقى نسخة تانية وانضف منه. تعالوا نتبع نسخة تانية. عالضهر بتاعه مسلا. كل مرة هينضف بقى معي. شايفين? بدأ ينضف شوية اهو. طيب. تعالوا نشوفوا بقى لو انا احطط لون تيني. استخدم لون تيني اهو. مستخدم لون تيني. سناك Nastحى. هيد لون تاتي. هيدل قلمت لون. هيدل لون. علام ايو. وادي السحبة بتاعة. وادي اللون متوهد معاه. بصوا على القلم بصوا هنا. خايفين سكويجي. يبقى انا هنا قدرت اوريكم ايه? العملية الطباعية بتحصل ازاي? تمام? بشيل الحبر الطباعي كده قبل المنظر ده. بشيله بالمنظر ده كده. تمام. بصوا شايفين كده الحبر الطباعي بشيله ازاي اهو? خلاص بدأ ينضف معي. بمسحه في مسحة صغيرة جدا. عملية الطباعي عملية سهلة اول. يعني عملية مش معقدة. ما فيش تعقيد فيها. لكن احنا هنتطروا ان احنا آآ نقف عندها لان هي مش مجال محضرتنا النهاردة. هي مجال محضرتنا التعليق بالحبب موديد. فبالتالي انا هنتزل بدأ عشان ما نفتش كتير وندوغه معانا في ايه? في التفاصيل بتاعتها وكده. آآ هنستأزمكو بس ايه? هنلطف الدنيا شوية ونشيلوا الحاجات ونبتنى نتحاور مع بعض. خلاص يحنا. شكرا جديد. اهو. تمام. انا كده يعني قلقيت الدق بس. يعني انا كده لسه ما اتكلمناش في تفصيليات. احنا بس اتعرفنا على فكرة الحبر المديد. ده ده اللون بتاعه هو آآ مجبوع كان آآ في الدق اهو. شايفينه? في الضلمة طبعا بيبقى متوهج جدنا اللونه اورنج يعني. تمام? وهي دي اللون اللي تحتيه. الاصفر اللي تحتيه اهو. طب احنا طبعنا في الضلمة يعني. يعني بالنسبة لنا احنا عشان تطبع في الضلمة كشغل وانت لسه متدق بتجرب الطبع. ده بيبقى اعمالية في الاول صعبة. لكن بعد كده بتتمرس على الموضوع ده وتلاقي ناسك الدنيا ابسط. وتقدر تتحكم في القلب الطباعي بتاعك والكلام ده كله. طيب. انا دلوقتي هفتح باب حواري. بس انا انا ممكن معرفش اطول عليكم قوي. اه يعني عارف الوقت بيقى محدود. اه انا عايز تعلقاتكم. وعايز اه يعني اه استسمر منكم اه من اسئلتكم انتم استفادة للجميع يعني. وانا هسيب الموضوع نطرح الاسئلة. والناس تتكلم معايا ونبتري نتنقش يعني. يعني يسعيدني ان انا اسمع صوت كويا. افضلوا. جزاكم رقم خير. الله يخليك وياكم. الله يخليك يا ربنا يخليك يا رب. في احد عنده اي اسئلة. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. اه الحقيقة يا رشاند الشريف انت يعني ايه? ومزاكت ما بين العلم والكيميا والانتاج والحاجات كويسة اوي اوي يعني اوي جميلة او حاجات جديدة. طب او فيه سؤال علمي. فضل. السؤال العلمي. هل اه انني التكنولوجي اه تمت استخدامها في اه عمل الخامات دي او نوادي دي? اه تمام هو سؤال رائع بصراحة اشكرك عليه جدا 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 يعني. هو الحقيقة النانو تكنولوجي داخل دلوقتي في في عدة مجالات يعني. مش عايز اقولي كل المجالات هو داخل في عدة مجالات. كل حاجة. كل حاجة اه. طريبا دخل في كل حاجة. بالزبط. احنا بنحسن احنا بنحسن من جودة الخامة من خلال استعانة بعلم النانو تكنولوجي. اه اه هديك امثلا. في بعض الناس ما تعرفش مسلا ان شغل الطباعة بالسبليميشن تمام? علم نانو. يعني مختص بالنانو. والسبليميشن دلوقتي بقى داخل في حاجات كتير جدا. داخل في اطباعة التشيرتات. وداخل في اطباعة المجات اللي هي الحاجات السريعة اللي واحد عايز يتبع صورته او صورة واحد ده حيروح عيد ميلاده او حاجات زي كده. اه داخل في لانه هو النانو تكنولوجي اه في مجال الطباعة. انا بتكلم في الجزء بتاعنا بقى. في مجال الطباعة بيحسن من جودة السطح الخارجي اللي بيعيش معايا. فانا لو انا استخدمت وانا الوقتي استخدمت اللي هو البي دي سي. فانا ممكن استخدم بدل البي دي سي استخدم مسلا اكريلك معموله نانو. او ان انا ابتدي اعرضه لاجراءات النانو نفسها. فالسطح ده يعيش معايا اكتر. يعني هو الفكرة ان انا لو انا استخدم انا انا بدي التقنية شغالة ازاي. يعني الحبر الفسطوري ده هيتأثر بايه عشان يزهر ويتوهج معايا في الظلام. لكن لو انا استخدمت معايا الشق اللي هو بتاع النانو اللي هو يخليه يعيش معايا اكتر. طب انا ممكن اصنع مسلا منه اه اه حاجات تباعية اه اه موجودة على الطرق الطرق السريعة. علشان ابتدي اعمل علامات مرور بتعيش معايا اكتر في الجو. وتستحمل معايا ويبقى التقلق في الضوء بتاعها اعلى. فهو فعلا ده فعلا موجود في علم الطباعة الانتاجية. فبيحسن من خلال جودة ان هو يعمل تي شيرت مثلا مطبوع يعيش اكتر مع الغسيل ومع الشمس وحاجات زي كده. وبدل ما هيبوز معايا بعد شهر ولا شهرين لا هيقع معايا سنتين وثلاثة. فطبعا هو علم النانو مختص بان الدين ايكواليتي اعلى وحاجات تعيش العمر بتاعها يعيش اكتر. يعني اتمنى ان انا يكون الاجابة اه يعني مقربت من اه يعني طلب حضرتك يعني. لا ممتاز دي واحدة. الشق التاني بقى متعلق بايه? اه بالجريم بلدنج بقى. تمام. فتحت لنا بقى الكلام بقى فهناها بكلمك يا ان ايه? الله عليك. الله يخليك. تبني بارك لك يا رب. ايه ما ده? ان انا استخدم الماتيريال دي. تمام. انا عمتص بيها الدوق مسلا في الوجهات في النهار. واتنور السوارع بالليل بدل الهيسة دي منها الاخيرها. او في الانتيريور ديزاين. ان انا بدان ما احط له مطبقة وقصد دي منها الاخيرها. اعمل او اعمل حيطان تبقى مليئة بالكامل تاخد الاجابة بتاعتها خلال النهار. وتنور في خلال بالليل بقى انا وفرت طاقة ووفرت حكية سيرة جدا. وهل ممكن بتاع الماتيريال دي على الشغل ده? هل هي اه يعني وهل هي economic? اه السؤال وصل حضرتك? اه طبعا وصلني اه طبعا وسؤال اروع من اللي قبليت حقيقة. حضرتك بصة هو طبعا الجزئتين اللي انت اتكلمت فيهم انا لقطهم كده مهمين جدا. الحتة الحبر ده هيكون معانا سعره كويس متناسب عشان اقدر انفس بيه شغل. ودي اهم بصراحة بالنسبالي. يعني انا بالنسبالي وبنسبال اي حد هو هيفكر في النقطة دي. تمام? اه طبعا هو هو زي ما قلت الحاجة هم هو انواع. يعني الحبر الفوسفوري اللي هو مضيء باليوفي ارخص من الحبر التاني اللي هو التاني بيوصل الالاف الجنيهات يعني. يعني الكيلو بتاعه ممكن يوصل ستلاف جنيه في الاحمر والاصفر حاجة زي كده. اه اللي هو الحبر الفوسفوري العادي ده ممكن لو جيبت البودرة ممكن يوصل تلتمائة وخمسين جنيه حاجات رخيصة جدا جدا. اه لكن هو ان انا اخليش حن بالضوء في الضوء وبعدين ينور في الضلمة وان انا استفيد منه من ناحية من ناحية الانتيريور والكلام ده كله ده ده مية في المية يعني مليون في المية. يعني اوجه الاستفادة منه مازال حتى الان احنا ما استغلناهاش استغلال كافي. سواء كان على الطق الفاني او التطبيقي. بدليل ان هو لو انا انا عملت بيه معرض. حقيقة انا عملت حاجات دي عملت بيه معرض صغير قوي. وكان المعرض اه لاقا. يعني انا لو كان اه 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 اقدر ان انا بعتلكوا الفيديو بتاع المعرض. هتشوفوا الدنيا كان الانبهار. حصل في انبهار للناس. وشافت الكلام ده بطريقة معين الموضوع بسيط. يعني انا شافوا ان هو بسيط خالص. فهو هو بيحقق بيحقق حقيقي فعلا اه اه نتيجة بصرية اه اه مريحة يعني بتتحس انت مستراح وانت بتزفرج على الحاجة بابسط الاشياء. اما من ناحية الاقتصادية من ناحية التكلفة. اه لا هو هو غالي شوي في التعامل معاه اه محتاج اه واحد يعني يكون بينفس في اماكن معينة. اماكن سياحية اه فندق مسلا. نقول مسلا قرية سياحية وعايز يطور في مكان كده حل. يعمل يعمل ميدان كده بالليل. والميدان ده كله يبقى معتم في الظلمة. ويخل ناس طوال تتقابل مع بعض. حتى في الترابيزة ممكن تبقى اه في جزء منها مضيق. المعالق مسلا تبقى مضيقة. القبا تبقى مش عادة عاملة ازاي. الشجر نفسه عليه حاجات بدأت تشحن طول النهار وبدأت. يعني انا في افكار لو قعدت اتكلم فيها. ممكن لغاية بكرة نتكلم. والمينيو مسلا اللي بيتقدم للناس دي مبوع بالحبرة يو في. يعني انت متخيلين اللي ممكن يحصل. ان ممكن انا كنت فيه مسلا عندي اه زهرية ورد. وعملت منها كور كده مضيقة ومتحطتها جوه الماء عشان ما النور يطفي. اه يعني ممكن جدا يتحط حاجات كده. يعني مش هتخش في مجال الطباعة بس. ده المفرش المحفوط. كل حاجة ممكن تخش فيها. ورق الحيطة ممكن تخش فيها. اه هي حتة الاستفادة منها عايزة اه تجارب كتير. وعايزة ناس تقعد تعتكف على انها تطلع عمل فني متكامل. بس حد بقى صاحب مزاج. يعني حد بيكلف الكلام ده بطريقة اقتصادية. بطريقة اه اه مدروسة يعني. اه لكن من حيس انه هو سهل التطبيق. لا وسهل التطبيق. انا جربت عملت بمعرض شهر ونص يعني. طلعت منه بتاحت حالي 23 لوحة. اه وكانت كلها افكار كلها وان بيس. يعني كل لوحة ما فيش ما فيش اختها. فبالتالي الموضوع بسيط. الموضوع مش صعب. لكن هو الفكرة هو الصعب فيه هو ان انا اعمل دراسة. للكلام ده عشان استغلها في المكان المناسب بتاعها. بس. يعني اتمنى ان انا اكون جاوبت على. ماشي. مبدئيا كده انا مبدئيا ماشي. بس هي اول فكرة بتيجي ان يعني طب انا مدام الكلام ده موجود هو هياخد من الاضاءة بتاعة الشمس او الاضاءة بتاعة الخلال اليوم. وبعدين هيحتفظ بيها ويجي بالليل مسلا ساعة 2-3 او قعد مسلا بلد 3-4 ساعات. طبعا الناس كلها تنام. دي بقى اندي عملت اه اه ريداكشن كبير قوي في الانيرجي. يبقى دي موجود من ضمن من ضمن الافكار بتاعة الليد. اللي هو الليدرشيب اف اينيرجي اند اموارمنت اه دي ساين. تمام. صحي. حتى ولو كان حتى لو هي يونتس سرقعة اللي انت بتعملها دي. وتعملت ما هي حتضيء بالليل ومش هتحتاج للاضاءة القوية اللي انت بتفتحها او حاجة. انا اموار مشاكر جدا جدا ومعلمات جميلة وانا انا. ربنا يخليك يا رب. انا مشاكر والله. ربنا يخليك يا رب. شكرا. ربنا يخليك انت بص عليك انت انا عايز بس اقول حاجة. اه اه يعني انت حالك ممكن تقول خبرتك احسن مني. انا انا بطرح الفكرة. وممكن جدا فيه ناس احسن مني مئة مرة يستغلوا التقنية. انا بدي الجزء اللي افهمه. تمام? انا انا مش اه مش انشائي. ومش اه يعني مش متخصص زيكم. فممكن جدا جدا الاقي فيه ناس احسن مني في استغلال ده. فعشان كده انا محبتش ان انا اه يعني اكتم التجربة عند حيود معينة واسيب الدنيا خلاص كده. كان كان فرصة سعيدة ليا جدا جدا ان انا اطرح الكلام ده في محاضرة علنية لناس مختصة او ناس اه في مجالات مختلفة. فانا انا لأشكرك يعني على الاضافة يعني ممكن فعلا نستفيد دي لان انا هتوفر لي جزء من الطاقة اللي انا بستخدمها بالليل. والمكان هيستفيد. ده حاجة كويسة جدا طبعا. بزرس. بزرس. لازاك الله خير لك. لا انا متشكر والله جدا جدا. مش شكرا بخير سليم الحقيقة نشكره جدا على. يعني الافكار الجميلة اللي بيجبه لنا دي والاساسة الكبارة زي حضرتك يعني. ربنا يخدم الله خير لك ساسة. بزاك الله خير لك يا ابني. بزاك الله خير. طيب بعد اذن يا دكتور ابدعك طبعا والموضوع رائع فوق الرائع. الله يخلي كمشون. او بس في السؤال العديد. انا دلوقتي كمعمرية مسلا. محتاجة ان انا استخدمه في الانتيريور زي ما دكتور حسين طرح. فعنا ايه الى اللي تبتقبته ان انا ادهم بيها الاحبار دي او يعني احنا دلوقتي استخدمته على الورق. تمام? تمام. هل في امكانية انا استخدمه على سطح خرصونة? ولا لازم يبقى في حاجة وسيطة? يعني لازم اغطي ده بحاجة زي ورقة او حاجة زي اي او فيبر. ولا انا ولا دي حاجة لسه احنا محتاجين بقى نعمل عليها تجربة? طبعا شكت جدا. السؤال اه السؤال ده حقيقي يعني سؤال نادر. يعني اه ما يسألهوش غير اللي هو فاهم. يعني اللي هو عايز يشتغل عقلوب. بص حاجة. احنا بنتعلم في شغلنا التشكيل احنا من منكنتم. يعني ازاي? انتم اللي بتعملوا المعالجات الاسسية. وبتعتكفوا على ان انتم تجودوا. وتحسنوا في الكواليتي. واحنا بناخده منكم ده وبنحاول نقلبكم. يعني ايه ازاي? يعني انا لما اخدت البولي في نايل اسيتيت اصلا اخدته منكم. اخدته من الانشائيين والمعماريين والكيميائيين وكده. انا مش كيميائي ولا معماري بس انا لازم كنت اتعمق في ده. تماما. ولما اشتغلت بالاستيرين اكريلك كوبوليمر كريزن اخدته منكم اصلا. لان هو الناس الانشائيين هما لطوروا الاستيرين وصلوا للعبقرية المرعبة دي عشان يطلع نوع من انواع الاستيرين اكريلك تلقوا الدور وفي اين دور? بالتقلق بتاعه بسباته بمقاومته للتعرية وحاجات زي كده. فانا خدت ده اصلا وحطيت عليه الحاجات بتاعتي. فبالتالي هي انت اللي طورتوها وحسنتوها كده. فانا لما بدي هالك محطوط عليها الاستيرين عشان كده انا قلت المائي وقلت الدهني. لما بقول هي موجودة هي موجودة فعليا تعيش. اصلا. يعني انت لو حطتيها خلطيها بالاستيرين اكريلك بوليمر انسيها. قعديها في الشيطة برا في يعني في في الاجواء الاوروبية مسلا عندهم تلج وتنوع كبير جدا في درجات الحرارة ما بين اليوم والنهار وبالليل وتقلبات غريبة جدا من الحرة او ساعة او حاجات زي كده. فده بيحصل عملية ايه اه اه يعني التمدد وانتماش للمواد دي. من 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 عظمة هذه المواد ان هي قادرة على التمدد والانتماش في الظروف دي. تتمدد وعمرة ما تشق. عمر ما حصل فيه ابدلا. مظبوط احنا بنستخدمها فعلا في الحاجات الخارجية يعني كفساد زو الكلام ده علشان انا يمكن احنا دلوقتي في مشروع على البحر. والمشروع ايه عبارة عن ايه هو فالموضوع فيه تكنولوجيا عاجة جدا. ومحتاجين انه هم يعملوا قوي وحل يعني. يعني فا فكرة زي دي هتبقى جدا لان هتبقى حاجة زي او مرة تستخدمها. عشان كده بسأل ايه الامكانية بتاعتها وهل تستحمل درجات الحرارة عليها? اه طبعا. طبعا تستحمل. الحرارة مثلا. فدحل اصلا عليها بالسل. لا بالعكس. اه. اه اصلا دي المواد دي لما بتتعرض لحرارة كمان على فكرة حرارة مش ضوء. بتتواجد. اه. طيب زي كد. يعني لما بتجيبي لما تجيبي مثلا لما عملت منها حاجات استطبتها في بوليستر وايبوكس مية وخمسين وحاجات زي كده. فجيت بحاجة غريبة جدا لما جيت اقطع فيها بالساروخ. اه اه. بقت تنور معايا. وطفيت النور قلت كان نشوف بقى ايه. من الحرارة اللي توليتها من الاصل. ده حصل ان هو شحن. لقيتها شحن. فهي هي لما بتتعرض للضوء بتشتغل اكتر. يعني ايه كان. وكان وكنت خايف لحسن تكون قصرت عليها. لقيت جودتها عادية جدا ما فيش ايه ما حصلتش مع اي حاجة فلس. لان هي هي الحقيقة مواد آآ آآ نتعامل معها جوه وسائل. الوسائل دي لو كويسة هتعيش معها كويس. طب لو وسائل دي اي كلام هتتعرف وتروح. هتعرف. فانا بالتالي احطها في ايبوكسي احطها في بوليمر احطها في ريزن. احطها في اللي انا عايزه بقى. جميل جدا. تسلم يا دكتور والله. آآ كفيته ووفيت يعني. طبنا يخليك يا رب ده من اخلاقك زوجك والله. دماغ اللي. آآ طبعا يا دكتور. في حد بيسأل ايه نوع واسم الديهان اللي ممكن نخلطه مع الحب دوت. ونستخدمه في الديهان على البدران او ممكن اعمل آآ امكانات اللي ممكن نعمل بيستام. اشكال الحبر ده في مصر. ايه نوع الديهان اللي ممكن نخلطه مع الحب دوت. الحبر اللي انتو عايزين هو قصده الوسيط اللي احنا بنحطه فيه ولا ولا الحبر اللي الحيطة او الجدران. ما هو انا 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 جربت بي انا انا جربت قدامكم بي. يعني اه لو بس انا هديكو هديكو حاجة بسيطة قوي. لو انا خلطتو اكريلك سيارات اكريلك سيارات اللي هو الشفاف هيشتغل. لو خلطتو بدوكو سيارات شفاف هيشتغل. لان هو او ريزن. انا احنا عايزين نتكلم مع كلمة ريزن باللغة الانجليزية هي راتنج. ريزن تعني راتنج. كلمة راتنج باللغة العربية معناها مادة لسقة. تمام? طب ايه اشكال المواد اللسقة? المواد اللسقة دي في الاساس بتاعها شفافة. في الاساس بتاعها شفافة. يعني تعالى نطور على اي حاجة كده في الوسائط الشفافة في الراتنجات كلها شفافة. الجمهة اه اسم ايه دوان الراجينة اللي هي القلافونية شفافة. الكهرمان شفاف. المستيكة شفافة. اللي هو الشابة. الشابة اللي بنعمل بها. كل دي كل دي راتنجات. والدوف مرة في حول الدوف في بنزين في دوف اه تنر. طب دي راتنجات طبعية ربنا خلقها. زي مثلا اللي كان زمان في اه قصة كده جميلة قوي ويقولك ايه? احنا من ملايين السنين عرفنا نوصل لبعوضة. نعرف تركيبة الجينية بتاعتها وتطور الحياة وحاجات زي كده. دي دي نقطة كهرمان سقطت عليها زي العسل كده. وراحت محوطاها. ونشفت. الكهرمان ده بقت عاملة زي الازز كده. وفضلت الاف وملايين السنين فاحنا لما جينا فتحنا شوفنا البعوضة متحنطة. جواها ما فقدتش ولا نقطة دم. زي ما هي. فقدرنا نحلوها بتاع. فالكهرمان راتنج. شفاف. ربنا خلقوا. جون بقى هم عملوا في العلوم الصناعية والتطبيقية الحديثة راح مصنعين منها ايه بقى? راتنجات صناعية. طلعت منها اشكال كتير جدا بقى. وكل الراتنجات بصوا. كل الراتنجات في الاصل بتاع حشف الف. يعني البوليوريسان بنستخدموه كورنيش عربيات خشب. بوليوريسان. تمام? البوليوريسان شفاف. لو خدت وحطت جوا البودرة دي واشتغلت على الخشب. هطلع منها دهانات الخشب. طب البوليستر. البوليستر اصلا شفاف. وفيه منه شفاف جدا كمان على حسب درجة نقائه. لو اخدته وحطيت جواه هشتغل هطلع منه ميداليات واعمل منه سلاسل واعمله خواتم. وتطلع برضو مدير. لو اخدت اللي هو الحاجات اللي هي الراتنجات اللي هي زي مثلا الغير الابيض. الغير الابيض ممكن يتحلل مع الوقت. فانا باضطر اضف له مواد تسبته زي الاستيرين. احط له نسب الاستيرين اكريليك كوبوليمان فيدوب معه وينشف فرص نتهى. هي الاكريليك الاكريليك العقل مائي. زي الوان اللي هي الاكريليك. فانا بالتالي الاكريليك اللي احنا بنستخدموه في الديهانات والطلاقات. سواء كان اكريليك سيارات او اكريليك مائي بتاع حيطان. في الاصل شفاف. انا بس بشيل منه التيتانيوم او الزينك. يعني بحط من غيره. باخده من غيره. فلما بروح للمنتج اللي انا باخده منه. اقول له ديني استيرين او ورنيش مائي. تمام? شفاف. بس. بس كده. خده حط عليه المادة بتاعتك واشتغل عادي. فانا انا اضمن لك يعني. ما تقلقش يعني. انا ممكن اجربها قدامك اه في سؤال هل الانبعاثات الضوئية النتجة مستدامة ام لا وقت محدد? بتقدر بعشرات السنين. يعني ممكن توصل مسلا لامتين سنة. يعني حسب الجودة بتاعت الانبعاثات. يعني اللي هو بيتوهج. في نوع منه يتوهج في الظلام. اللي هو بيشحن وينور في الظلمة. ده ممكن تقعد معاه عشان. وممكن تجيب نوع رجيء جدا. اصلا يقعد معك عشرين سنة مسلا. لكن هو الطبيعي انه هو الانبعاثات بتاعته. هيفضل يشحن طول النهار وينور معك طول الليل. يعني ده ما اضمنها لك. او طبعا على على بداية النهار هيكون الدوق بتاعه قلب. بدأ يضعف كده ويبهد. تمام? لكن انا اضمن لك انه هو يفضل متوهج لغاية قريب من الفجر كده. انت بستفيد منه او ما النور يهد فيه. لان هو فترة الناس وعمر الناس ما هتفضل قاعد لغاية الفجر يعني. هيسهروا عايزين يسهروا بالليل وبتاع. فالمكان ده الوقت ده ممكن جدا انا ابتدي اعمل ايه زي كنترول لوحة كنترول. تبتدي تنور بعد وقت معين. انا ببقى عارف مسلا بعد ست ساعت هيبتدي يضعف شوية. النور ينور لمدة مسلا عشر دقايق. وبعدين لجا عيسل تاني. او يدينه كل مسلا تلات ساعات ادينه شحنة ضوئية. ولو انا اديت ليو في. اليو في انت مش هتشوفه. بس هتشوف الحجم نوره عطلة شغالة طول النهار. شغالة طول اللي ايه القصدي ايه. فطبعا لا الانبعاسات بتاعته. وقدرته على الشحن والتفريغ بتحصل اه اه على حسب جودته. لكن هو في في الاغلب يقعب معاك مش اقل من من خمس ست ساعات من اول. بعد ما يشحن شحنة حلوة في الشمس يعني. تمام يا قصص نجزيك والله كل خير على المحاطرة والجميع. يا قصص بش مهندس. شكرا طبعا للي سأل السؤال يعني. يا ربنا اخذ بكير. الله. انا بشي بحضر التصاص. الله يجب ان اخذ بكير والله يا بش مهندس. ربنا بارك لك.